ميد راديو لا راديو ميد ميد راديو صح اختارتي واحد طبق اللي هو زوين بزاف اللي هو الحمام اولى الفراخ دي السمال يعني باللوز اي اذا طبق تقليدي محد وكي قلتي مزيان نحيو بمرو بهذه المناسبة وانتكرو به المستمع اللي نجح المحتى ساكون عنده الطبق فراصو تيعرفو لكن تنسى تنسى منك تجيل اذا عطت تفكرك تقولي ايا شحال هذا مادرتوش حال هذا وهذا طبق تقليدي كما قلت لك وطا الطريقة باش غادي نعطيه طريقة تقليدية البلدية لكما قلنا طيور الحمام اولى السمان باللوز المقادر خمسة اولى ستة ديال طيور ديال السمان او الحمام لين الحمام شوي تيكون غالي اللي ما في المستطاع طوش الحمام يدير سمان سمان تيكون شوية رخص في الثمان واللي عنده مثلا الافراد كتر يزيد فهذا العدد عوض ستة دير عشرة ولا اطناش ولا حسب الناس انا قلت استعم ايه تيجي كبير غير بعد انه بات يكونوا ما تنادي شو بيدرغي الانسان غير المرأة والراجل والوليداتهم استدير الطيور كافينهم ولقى حيث تكون العائلة مجموعة نديروا اطناشل طيور مثلا نديروا عشران باش يجي كل واحد عنده طيور دياله ايه تيخسبي عدد الناس وعدد الافراد كتديري كل واحد طيور دياله اذا كما قلنا طيور ديال進من علي حسب عدد الافراد دياله تبع عليك كبير ملقى السمن الحلو نقول احنا فماركش سمن المدوب ها حقي cars كي يقدر كالاس صغير ديال زيت المائدة ليست زيت الزيتون زيت المائدة magnesium عليك صغيرة ديالسكينجبير تكون عامرة شوية اه شوية الملح علي حسب العدد ديال gio prepare عليك صغيرة ديال الفولفل السود او ل البزار الابيض البزار الابيض التوتم زيان مع مع دجاج مع الطيور ثلاثة ديال العويدات صغار ديال القرفة الزعفران حور شوية اللي هزوليك جوز صباح دك الزعفران حور والكوركم يعني الخرقوم الخرقوم البلدي يكون البلدي يكون ومعي القامل كبيرة حبا ديال الباصة محكوكة اولا مش للدرقيقة بزاف ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم يكونوا الكبار الى كان الصغير ديري ارعاو الى خمسة الى كان متى انا مشينا الخمسة مشينا الاطناش الاسميتو نديرو الراس كله انا مشينا الاطناش الطير نديرو الراس كله ديال ديال التوم المعدنوس والقصبور ولكن يكون مربط ما تيتقطعش هي تيتربط تلتميات قرام ديال اللوز يعني فوق من رابعة شوية يكون مفسوخ وربعات الحبط الباصال هادو مقطعين على شكل هيلال هادي كل اللولا هادي تمشي في المارق وهذه هادي تمشي في الخضراء اذا ربعات ديال الحبات ديال الباصل قدتعها على شكل هيلال عندها برطة نقرارك من الكتاب التاني الكتاب التاني مش اي كتاب وكتاب ديال حجة لطيفة الله يحفظك الله يحفظك احساس زويل صراحة والله احساس زويل تبارك الله احساس ممام داك الشرفة خاصة انك تتقرأ على المستمع الكرام وفي الايدعاء ومع الحباب ومع الوليدات ومع البنيات احساس كبير بزاف وجميل كبير وجميل اذا الطريقة هادي تضعها دكتور اوضعيهم في ديال السمان او الحمام على حسب اللي الطفر في الطنجرة مع الزيت ودك الباصل ولكن غير ذاك الباصل اللي محكوك اللي قلنا ديك البصلة اللولانية او لما درق يوقع والملح والقالين من السمن القالين من السمن ما شي كله غير القالين منه والتوم تهوه محكوك وغادي تخليها ديشي على نار متوسطة ما هي مهيلة لانا يخليتي مهيلة تيتشتتو تيتفرقوا هادو كله خصوك تكون نار شوية متوسطة من بعد غادي تضيفي التوابيل واللوز وهاد اللوز هادي نعطيك طريقتين الى هي ابوتي الطريقة المحضة كانت يكون مغلف في التوبرقيق تندوه بحل كموسة كموسة في التوبرقيق وطيت تحتها في التنجرة وللا بغيتي انت تختصره ما عندك شهدك التوبرقيق يمكنك تديره غير هكاك في المعرق ولكن هو هادي نقول لك علىش تيديره ساعة زمان علش كيديره في التوب انتي سهال في التقديم يبقى مجموع في التوب تبقى مجموع وفي الهرق ما ولا شي حاجة بالدراع في الطريقة التقليدية كنت يدخل المعرق باللوز لكي تشبع بالمعرق إذن قلنا ولماء الكافير اللي يغطي الطيور وغادي تخليه الشي كله تيطبخ من بعد مني تتحسي بإن الطيور طابو كتحيديهم من طنجرة وكموسات اللوز من بعد غادي تزيدي ذاك البصلة اللي قلنا مقطع شرائح لكي تقلنا شنان شنانف مني كتحيدي الطيور وتحيدي اللوز دي ساكتزيدي البصلة أش كتزيدي فوق منها؟ كتزيدي فوق منها شوية الملحة وشوية البزار ودك الشي اللي تبقى من السمن ماتا بقمس من باش تجيديك البصلة لديدة ماتا جيش طايبة غير من الفوق بسلة تيجي دا داك البزار والملحة والسمن تديري فوق من البصل وكتحركي شوية بالفورشتة هكا شوية باش يتجنسى داك العناصر وكتخليه تيطيب تيطيب البصل وفي طبق تخديم غادي تضعي الطيور هم اللوولين في الجوانب والبصل اللي قلنا اللي لطاب شرائح غادي تديري في الوسط وغادي تديري اللوز فوق منه غادي تحيي داك الكموسة وهذا هو الدور داك الكموسة كتبقى جمع عليك اللوز تتزيني به من الفوق داك الطبق وغاعد عادي تسقي داك شي بالمعرق لانه اللو قي تفشي تهزي نسيت ما قلتك اللو قي تفشي تهزي الطيور وكتهزي اللوز ضروري ما تهزي شوية المعرق معك لانت يكون هذك المعرق بنين ما زال ما زرقته فيش البصلة تيكون خاتروا بنين تجزي منه شوية وتخلي شوية فاش طيب البصلة وهذاك شوية دا هزيتي ودي كتسقي به في الاخير كتسقي به التور وكتسقي به الجوانب ديال الطبق وديك السعال اللي كتزي دين المعرق يمكن إلا بغيتي طريقة يأخذو البيض ديال السمان يديرو في لك يغدو يمكن مدلة عصرية يمكن تقدري ذلك ساكنت يكون هذا والطبق يبلوز والبصلة يمكن إلا بيتي تضيفي هذه الإضافة تأخذي لديك البيض ديال السمان مسلوق وكاتبكي بيه تدقو بيه كل طير كل طير فيه بيضاء كل طير في بيضاء كالضروف تبصيل كله إياه إلا درنا السمان يجيز وين مع البيض السمان أي مع وسمان والبيض ديال السمان وكاتبكي كله واحد إما بيضاء وحدة إما جوجل على حسبها تبصيل ديال التوصفاش محتوط تهمم بين تورات المغربية تقليدي مع تقليدي وخلاص إلا درتي تاني في طاجين كبير إلا عندك طاجين كبير تاني بالهمة تحطي ما تعف إنسان قاعش تحطي تليل تحت طاجين عتى يتعرق قدام الضيوف هذيك تاني معناها أخرى تاني وبصحة ورحة ومشرب هذيك المريقة دياله مريقة ضرورية هزي من الأول ماشي ملخة ما اللول تتكون بقي خطرة وفيها البنة ديال السمان أو ديال الحمام تتكون رائعة وتتسقيها كاف لجوانب وحسن ذك اللوز من اللي تيطيب بهذه الطريقة يعني شي جبنين يعني في صراحة كي يمولف اللوز مقلي ولكن بهذه الطريقة بحالي كيف ديروا المروزية القديمة باللوز بهذه الطريقة الطريقة القديمة را كان اللوز تيطيب مع اللحم عمور ما كان تيتقلا ده بعد ولهو الناس تيقلي وتيزينوا به مواد طريقة تقليدية اللوز تيطيب من اللوز مع اللحم باش يتصرب لك المواد قدو قدو اللحم دك شري صربات اللحم كي يصربوا اللوز وتيجي لديد ذك سحالي فدينا بهذا الطبق يعني تبارك الله كي جيزوين ولي حوتاني حنت السمان ولا مثلا الفراخ ولا الحمام ولا هدا ثمان ديالهم في معقول في متناول فملي كان كترو منو كان طيبو على هالطريقة يعني كي جيزوين وهدا وقيت تشوف صراحة اشتركوا في القناة